يا صباح الفل عليكم مرة تانية أهلا بكم وفقرتنا الأولى نهاردة زي ما انتم تعودت طبعا في صباح الدري من يوم السبت بيكون في فقرة طبية النهاردة الفقرة يعني وبناء على طلابكم خلال الفترة اللي فاتت لأن فيه كتير تكلموا عن السمنة وتكلموا عن أضرارها على الصحة العامة لكن علميا إحنا ما نعرفش كتير قوي عنها إيه هي السمنة من إمتى بتبدأ السمنة سواء من الوزن نفسه أو من السن السمنة أمراض طبعا يعني من أبرز الأمراض الشائعة دلوقتي اليومين دول في العصر الحديث زي ما بيقولوا خصوصا مع الاعتماد الكتير على الوجبات السريعة الفاست فود خصوصا إحنا كمان أغلب المصريين دلوقتي بيقضوا ساعات النهار وبيدخلوا كمان على ساعات الليل في العمل وبالتالي ما بيكونش أمامهم أو ده طبعا اللي بيفكروا فيه إنه ما يكونش أمامهم سبيل إلا أن هم يعني يعتمدوا تماما على الجنك فود أو الفاست فود بالتالي بتحصل سمنة لكن مش بس الكبار للأسف كمان السمنة بتبدأ من سن صغير وده ظهرت بشكل كبير قوي في مجتمعنا المصري إحنا عايزين نقول في أمراض خطيرة جدا بتسببها السمنة زي أمراض القلب تصلب الشرايين ارتفاع نسبة الكلسترول في الدم إضافة طبعا إلى العديد من الأمراض الأخرى اللي هنعرفها النهاردة في صباح الدريب اللي بتظهر عقب الإصابة بالسم خلونا النهاردة بقى نتعرف بشيء من التفصيل وبشيء يعني ممكن نقول يعني من المعلومات اللي أعتقد إن الكتير مننا محتاج إنه هو يسمع عن السمنة وعن أسبابها وأسباب الإصابة بيها وكيفية التغلب عليها مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في صباح الدريب الدكتور ماجد زكريا يوسف استشاري جراحات السمنة أهلا بيك يا فاني أهلا وسهلا بحضوك منورنا طبعا في صباح الدريب مرسي خلال حبي يعني خليوه يعني أنا عايز أعرف السمنة اللي هي إيه تعرفها الطبي السمنة بتتعرف بأن هي زيادة معدل السمنة المرضية أو السمنة المفرطة هي زيادة معدل كتلة الجسم عن 40 ودي نقدر نحسبها بحزبة بسيطة جدا إن إحنا نقسم الوزن بتاعنا على مربع الطول بالمتر فكل واحد يقدر يعرف الوزن المثالي ليه لأن أنا ممكن اتنين يكون ليهم نفس الوزن يعني 1.70 كيلو و1.70 بس واحد أطول من واحد فده ما يعاني من السمنة زي اللي أقصر منه وهي بتتحسب بحزبة بسيطة جدا أنا هوقافك في الحتة دي عشان إحنا عمدنا 70 كيلو ده مش تخيل بصراحة يعني لا لا ما هو ده كويس وده الايديال بس إحنا بنحسبها بنقسم الوزن ده وعلى مربع الطول بالمتر بيطلع رقم المفروض الطبيعي بناء على منظمة الصحة العالمية من 18.25 ده الايديال من 25.30 ده وزن الزيادة شوية 30.35 سمنة من الدرجة الأولى 35.40 سمنة من الدرجة التانية وبعدين أكتر من 40 سمنة مفرطة المرضي في أين يجوز المرضي فين؟ كنا في السنين اللي فاتت إن السمنة المفرطة أو السمنة المرضية بتبتدي فوق 40 لكن من سنتين 3 الإفسو أو منظمة تجراحات السمنة نزلت الرقم ده 35 لو المريض معرض أو عنده حاجة من الأمراض اللي هي المزمنة زي السكر والضغط وتصلب الشرايين فكنا دلوقتي يعني كنا بتدين من 40 دلوقتي من 35 ده يعتبر مريض سمنة مفرطة وده يحتاج تدخل للعلاج وعشان ما يوصلش المضاعفات اللي ممكن تحصل له بعد كده ده بعد الإسمة عشان بس من 40 أيوة عشان نستبقى مركزة معينة من أول حاجة إحنا سألنا إحنا ممكن نحسبها إن إحنا لو زدنا عن وزننا 35 كيلو فإحنا بنعاني من السمنة المفرطة لو واحد وزنه الأيضية 70 بقى 105 فهو يعاني من سمنة مفرطة وده يحتاج تدخل من ناحية السمنة بقى المفرطة أو السمنة المرضية بتبدأ من سنة كم؟ هي ملهاش سنة معينة لكن ممكن من 12 أو 13 سنة بتنين نشوف أطفال عندهم بدانة أو سمنة مفرطة والأطفال دولا بنبتدي ماينفعلهمش الجزء بتاعنا حتى الجراحات لحد سن 17 مافيش أقل من كده؟ نحن نشوف ساعات أطفال عندهم 4 و 5 و 6 سنين يعني وزنهم زايد بشكل كبير جدا تمام بيدخلوا تحت إطار يعني أو أمراض برضو سمنة مفرطة ولا ده جانب آخر؟ لا هو يعتبروا من أطفال اللي معرضين أنهم يجيلهم سمنة مفرطة في سن معين أو أكبر من كده لكن دولا بيبقوا تبع قسم تخصص الأطفال هم اللي بيحاولوا يزبطوا لهم للسمنة زيادة بيعملوا تحليل هرمونات معينة عشان نشوفوا الهرمونات أحيانا بتزود السمنة لكن إحنا بنتعامل من أول سن 17 لحد سن 57 مع أمرض السنة المفرطة ده السن المتاح لنا أن إحنا نشتغل به في جزء جراحات السنة المفرطة من 17 من 17 لل57 ده اللي ممكن يتعمله جراحات أه كنا قبل كده متكلم في واحد وعشرين لكن قبل كده لا يعني الأطفال ما يتعملهاش جراحات يمشوا على يعني نظام غذائي معين نظام غذائي ونظام معين مع دكتورية أطفال وتحليل هرمونية معينة لأنه هو ممكن لو أنا عملتله في سن أقل من كده ممكن ده يعوق نموه بعد كده ولذلك المسموح عندنا دلوقتي مرزمة الصحة العالمية والإفسو اللي هي من نظام جراحات السمنة سمحانا من أول 17 إلى حد 57 لكن أقل من كده ممكن نعوق النموه بتاع الطفل الطبيعي طيب ناخد خطوة الوراء بقى احنا كده عرفنا عرفنا السمنة والسن وإمتى تبدأ الجراحات وما إلى ذلك لكن عايزين نعرف كمان أسباب السن أي آآ أسباب فيه ناس بتاكل عادي ليه بس أنا عايزة أفسر لأن فيه ناس بتاكل عادي جدا تزيد زيادة رهيبة جدا تمام وفيه ناس بيأكلوا كتير قوي زي حالاتي الحمد لله ما بيزيدوش كتير بس هي الفكرة عملية زيادة بتاعت الوزن بتبقى يعني إيه اللي بيحكمها لا هي بيحكمها عوامل كتيرة جدا يعني منها الكمية الكالوز بناخدها والأكتيفيتز بقيتنا ونظام الحر وبعض الهرمونات زي الهرمونات الغودة الدرقية وهرمون الكورتيزون اللي بيتحكم في الجسم بيتحكم بجوز كبير من السمنة والعامل الوراثي طبعا مهم جدا يعني منشوف بعض العائلات الأب والأم عندهم بدانة فالأطفال بيطلعوا بودناء وبنشوف كمان طبيعة الأكل أو نوعية الأكل أو السيستم بتاع الأكل يعني احنا فيه مناطق معينة الأكل بتاعها بيبقى مختلف ومتأخر والجونك فود كتير والحاجات دي فدولها بيزيد البدانة جدا وعلشان كده حضرتك يعني مثلا في أمريكا فيه من 3 إلى 5% من البوكوليشن بتاعهم بيعاني من سمنة مفرطة لما بيروح شخص يعيش في منطقة مثلا من جنوب شرق أسيا ويقعيش في أمريكا الفترة من الفترات ووجدوا أن الناس دي بتبتدي تتخن مع الوقت وده دليل أن تغيير البيئة والمناخ ونوع الأكل اللي بيأكلوا ممكن يغيروا من أنه هو شخص غير سمين أو شخص صرفايع أو وزنه طبيعي أنه هو يزيد ويوصل لمرحاق البدانة كده بورد ممكن نتكلم عن الجانب النفسي طبعا صحيح؟ يعني الجانب النفسي ممكن يأثر على وجود سمنة أه طبعا ده جزء مهم جدا فيه ناس بيجي لها بعض الأمراض النفسية والاكتئاب بيعمل أنها بيخلي الشخص يأكل زيادة وده قلة حركة أو العكس وفيه بيخسوا وفيه بيمتنعوا عن الأكل اكتئاب فييمتنعوا طبعا هو فيه دوله ده اللي يأكلوا ولا اللي ما يأكلوا لا هما الاتنين عندهم مشكلة يعني الانروكس يعني الرفوز اللي هما بيخسوا جامد جدا نتيجة عدم الأكل أو اللي بيزيدوا جدا اتنين معرضين لمشاكل كبيرة جدا أنا بهذر طبعا خلونا بقى في موضوعنا خلوني يعني أنا عايزين بقى نسأل أسئلة لها علاقة بالجراحات نفسها تمام إمتى بتقول إن المريض ده عايز جراحة سنة بهذا الشكل مثلا تغيير مصار تمام أو هذا المريض محتاج أو المريضة محتاجة إن هي مثلا تعمل تكميم معدة تمام وهل فيه أنواع تانية من الجراحات غير دول أو دول يعني الأشهر هنا في مصر هل فيه جراحات تانية غير معلومة ليه؟ طبعا هو إحنا فيه جراحات السمنة هي جراحات متعددة وعملات بتتغير من السبعينات يعني هي مش حاجة جديدة بس إحنا بدأت تتغير وتطور بناء على النتائج اللي بتطلع من العينين بعد كده لكن الأشهر على الإطلاق دلوقتي اللي هو تكميم المادة اللي هي العمليات الحديثة دي تقريبا من 2006 بدأت تظهر وتحويل المصار المصغر اللي احنا تقريبا في العالم العربي حتى كله مش في مصر بس من العملات اللي بنشتغلها كتير لكن فيه طبعا حزام المادة وفيه تدبيس القديم بتاع المادة وفيه تحويل المصار العادي اللي موجود لحد الوقت بنعمله وفيه حاجة اسمها ديودان السويتش موجودة بنشتغلها بس بنسبة قليلة جدا من الحالات فاحنا متكلم في 6-7 عمليات لكن هما الموص سيف والليوم نتائج كويسة على اللونجران هما تحويل المصار المصغر وتكميم المادة دول العمليتين اللي أثبته كفاءة كويس جدا في نزول المرضى في الوزن وفي نفس الوقت يعني عمليات بسيطة والمريض بيقعد فترة قليلة جدا وبيتشافى منها أو بيتعافى منها بسرعة جدا فدول العمليتين دلوقتي اللي بنحبز أو بنتكلم فيهم مع المرضى لكن في عين بنفعلهم أنواع تانية خاصة طيب تقصد أن العمليتين دول الأكثر أمانا أكثر أمانا وأكثر فعالية في نزول الوزن طيب الأول طبعا عايزة نوهن أرقام تليفوناتنا على الشاشة عشان اللي عايز يعني يسأل دكتور ماجد في أي حاجة هو موجود وهيرحب جدا بالرد على أسئلتكو كلها طيب بالنسبة للعمليات التانية نسب الأمان فيها قدق لأن احنا كنا بنسمع عن مشاكل حصلت ومشاكل بتحصل ومش بس أثناء العملية لأ بعد العملية وبعد العمليات بشهور بيرجع ساعات في بعض الأحيان الوزن يزيد مرة تانية الحاكم هنا فين؟ هو دي الموسيكلة اللي حصلت هو عمليات السمنة لما بتبتدي بنشوف نتائج كويسة جدا أو ما بتظهر العملية لكن على اللونجران على بعد سنين معينة بعد كده بنفاجأ أن المريض زاد في الوزن وده اللي خل عمليات كتيرة كانت نكح جدا فترة من فترات وبعدين دلوقتي تقريبا أبسوليت أو تلاغل زي عندنا التدبيس المعدة العادي اللي كان يعني آلاف الناس عملتها في الفترات السنين اللي فات العشر سنين اللي فاتوا وبعدين بدأوا يفاجوا وبعدتها طربع سنين من العملين هم بدأوا يزيدوا في الوزن ويرجعوا تقريبا للوزن بتاعهم حزام المعدة طبعا وفي ناس لحد دلوقتي بتسهل عنه كتير جدا وهذا يعني الحزام إحنا لديه إنديكيشنز معينة وحالات معينة جدا لكن كان جي فترة كان تقريبا كل ناس بتعمل الحزام المعدة وبعدين الحزام برضو أزبط فشل هو ما نقدرش ننزل أكتر من 50% من الوزن الزايد بتاعنا غير إن مضاعفاته كتيرة جدا على اللونجراند زي إيه؟ زي مثلا حالك الحزام ده عبارة عن طوق أو حاجة بتتحط على أول المعدة من فوق عشان تقلل الأكل وطبعا هذا الحزام بيوضع هو جهاز بتحط بلاستيك كده بيوجود أو سيليكوم بالزبط يعني على المكان ده ونقدر نضيقه ونوسعه على اللونجراند العيامة بيدارش ينزل غير 50% من الوزن الزايد يعني لو هو زيادة 50 كيلو عن معدل وزنه أخصى حاجة يقدر ينزلها على الحزام 25 كيلو نمرة 2 الحزام على طول الفترة المحتوط فيها ممكن يعمل بعض الثقوب في المعدة يعني يعمل فتحات في المعدة لأنه حاجة ضغطة طول الوقت موجودة ممكن يحصل له ميجريشن يعني يتحرك لفوق أو تحت لأنه عامل زي الأستيك موجود في المكان فممكن يتحرك لفوق أو تحت وابتدي يعمل لها نسيزاد معاوي أو يتحرك لفوق على المريق أو بعض الناس بيعمل لها ارتجاع في المريق فلما بدأت العملات دي نشتغلها فترة وتعدي سنين بعد كده بدأنا نفاجأ بالمضاعفات بتاعتها ولذلك بدأت العملات الجيدة تحل مكان العملات القديمة فهي فترة العملات السنة تتطور من لحظة لحظة بناء على المشاكل المشاكل اللي حصلت في القبل كده فأنتم بتشوفوا أفضلهم وأمانهم وبتبدأوا تستخدموها فأفضلهم وأمانهم هم العملية المعدة وتحويل المصار في الفترة الحالية دول أحسن عمليتين موجودين ومونسبين للناس أو الشعب المصري من 17 في مفوق ل57 لحد 57 سنة بعد 57 سنة ما ينفعش لا بينفع في بعض الحالات اللي عندها يعني عوامل أو ريسك فاكتورز عالية جدا لكن هو ده السن المناسب أو المريض يفكر فيه نواية من العملية دي أو ده المتاح أو المسموح بيه إن احنا نقدر نعمله بالسهولة طيب أنا عايز أسألك سؤال تاني بس قبل ما نخش على عملية تكميم المعدة أو تحويل المصار برضو عمليات اللي هي مثلا البلونة بتاعت المعدة لأن فيه كتير من مصريين عملوها برضو سببت بعض المشاكل وفيه ناس ارتاحوا عليها كتير ونزلت وزنهم وكانوا مبسوطين دي يعني تقييمها إيه بالنسبة لك أنا في خلال الفترة اللي فاتت ممكن أكون شفت ألاف العين عملوا باللونة يعني مش مئات العين بالضبط هو الفكرة أنا اللي اكتشفته يعني أو اللي احنا شايفينه كلنا دكاترة اللي بشغل في السنة عملية البلونة المعدة هي مش عملية هي طبعا بلونة بتتركب في خمس دقائق بالمنزار بدون أي فتحات بدون أي جراحة بدون أي شيء وده بتعيالي مطمئن كتير جدا لكتير مصريين وسهلة طبعا فما بيقلقوش منها آه وهي بيروح في نفس اليوم بعدها بساعتين والدنيا بتبقى سهلة جدا هي مشكلتها أن هي حاجة ريفيرسبل يعني احنا لازم بعد ست سول لازم تشيل باللونة لأن هي لها مخاطر لو تثبت أكتر من كده فطبعا المريض بينزل فترة عوانية ست سول عوانين كويس بعد الناس بتنزل من 15 ل 20 كيلو 25 كيلو لكن أحيانا لما الناس بترجع تشيل باللونة تاني بترجع تزيد في الوزن اللي كانت عليه في الأول يعني مشكلتها هي استمرارها تقصد آه إن أنا لعمليات الجراحات السمنة اللي أنا بتكلم فيها هي عمليات مستمرة للمريض فطبعا بطبع مفيدة أكتر للمريض لأنه ما بيرجعش يزيد في الوزن مرة أخرى لكن باللونة الماء ده هي معمولة لأوزان قليلة لكمية زغيرة من الكيلوات يعني منفعش يجي عيان 180 كيلو عايز يبقى 100 كيلو أقول له أركب بلونة ده ما ينفعلوش خاصة بلونة لأن هي لها لمت معين ما أقدرش يزيد عنه من 25 كيلو ماكسومم إن أنا أقدر أنزلهم في 6 شهور لكن الأوزان السمنة المفرطة بلونة الماء ده أعتقد مش من العملات اللي مفضلة ليهم ومش هي اللي تكون العملية الأيديال ليهم بعد كده لأنه أول ما يشيل البلونة هيرجع يزداد في الوزن مرة أخرى طب يعني إنتا بتنصح بالبلونة للوزن قد إيه؟ مريض مثلا بيعمل دايت بينزل شوية بس مش عايز يوصل الأيديال بتاعه 15-20 كيلو ممكن يفكر في البلونة لكن أكتر من كده مش هتكون مفيدة ليه خالص وبعد ما بيشيل البلونة بيرجع يزيد بعض الكيلوات فما بقاش الرقم اللي هو ساتسفاكتوري لي أنه يزيد ينزل من 10-15 كيلو بس ولهو عايز أكتر من كده لازم يفكر في جراحة السمن طيب ندخل بقى على الجد بقى تحويل المصار وتكميم المعدة أنا سؤال كده قبل ما نقسمهم يعني هل فعلا بيعالجوا من السكري؟ آه هو احنا هي دي كانت بالمصادفة مش بالأساس أنها تبديل الحاجة الأساسية يعني عملية تحويل المصار لما اتعاملت لمرضى السكر بالذات واجدنا أنه هما بيقلوا في الوزن بنسبة كويسة جدا وبعد شبا بدأ السكر يختفي تدرجيا لحد 78% منهم ممكن يعني يحصلوا شفاء كامل من السكر في الفترة دي المرضى دولة خصوصا أنهما السكر منه التاني ممكن لو ظهر السكر في أول سنة أو سنتين قبل العملية على طول يعني فترة حديثة لظهور السكر وعمل العملية دي ممكن يخفي بنسبة 78% بنسبة 78% آه يعني يعني لو عملنا 100% تماما ماخدش أي يدويان لو عملنا 100% عيان تحويل مصار عندهم سكر لسه حديث من سنة أو سنتين وهو سكر من النوع التاني اللي هو بيظهر على كبر وليس في الأطفال نوع التاني مش النوع الأول اللي هو مش الوراثي يعني السكر من النوع التاني هو نوع برضه وراسي لكن بيظهر متأخر لكن لو ظهر له سكر من النوع التاني في أول سنة ببساطة كده اللي هو مش متعود ياخد أنسولين بشكل جايب لا 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 هو اللي هو ابتدى السكر عنده في سن كبير تلاتين اربعين سنة وظهر من سنة او سنتين وعنده بدانة يقدر ان هو يعمل عملية تحويل المسار وبنسبة 78% ممكن ميحتاجش اي ادوية للسكر خالص ودي طبعا حاجة كويسة جدا لان انت هو الموضوع مش قصة الفكرة فيها ايه؟ يعني انا عايزها حقيقة تشرح لي هو ليه يعني يشفى منه 78 من السكر النوع التاني ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني هذه العملية بتعمل ايه في الجسم؟ بتغير ايه في الجسم؟ في جزئين او نقطتين اساستين في الموضوع ده اول حاجة اسمنا المفردة او زيادة الوزن الدهون اللي في الجسم بتعمل حاجة اسمها فهي بتقلل ان الجسم يستفد من الانسولين اللي موجود فيه وده بيعالي نسبة السكر وعشان كده اي حد زيادة في الوزن بتدي يخس بتدي السكر بتاعه يتزبط نعمل اتنين عملية تحويل نفسها فكرتها انه لما بنعمل التوصلات بتاعتنا وجدوا ان بعض البيبتايدز بتطلع من الامعاء او يعني مواد معانة زي الهرمونات هذه المواد بتحفز تنشيط خلال بنكرياسمي الجديد انه يطلع انسولين تاني فيبتدي الانسولين بتاع الجسم يزيد تاني فالمريد يبتدي يقلل كمية الادواء اللي بيحتاجها لحد ما يوقفها خلص فهما دول النقطتين اللي بيشتغل بيهم عشان كده بتحويل المسار مش بتكميم المعدة بتحويل المسار تكميم المعدة مع نزول وزن المريد السكر بتاعه بيتزبط بنسبة كبيرة جدا واحيانا برضو تقريبا بيحتاجش ادوية لكن ده بنسبة اقل من تحويل المسار يمكن 60% ولذلك هي عمالية تحويل المسار بينصح فيها المرضى اللي هما بيأكلوا الحلويات والسكريات كتير او اللي عن سكر او اللي معرض يجيله السكر لكن تكميم المادة بتتعامل لانقاص الوزن وعمالية امينة جدا فهما ينكلم عبدا مميزات تحويل المسار اي مشكلات تحويل المسار اه هي دي النقطة المهمة هو احنا المشكلة هنا في مصر بالزيت النعمية تحويل المسار هي احنا صغرنا المعدة ولغينا جزء ما معديش على الاكل فالنزول الوزن بنشتغل بطريقتين تقليل الكم من المعدة لما صغرت الكم بتاعنا قل في نفس الوقت أقللنا الامتصاص بتاعنا فالمريد بينزل كويس جدا المشكلة بتاعته انه هو لازم ياخد فيتامينز تقريبا 3 او 4 اصناف يوميا لمدة سنتين او 3 او 30 او احنا بنحتاج نكمل فترة طويلة مشكلة المريد في مصر انه هو بيتابعش الفترة طويلة يعني المريد ببرا مصر وبora تبعى التأمين الصحي التحويل المسار فهو عنده متابعة دورية يمكن شهرية او كل 3 صور بعد كده والادوية بتتصرف بعد كده تبعى لتمين فالموضوع على طول مناسب ليهم برا مصر لكن هنا في المشكلة في مصر كمية ادوية كتيرة المريد ما بيتابعش معانا فترة طويل لمدة سنتين او 3 او بعد كده المعدة الطويل ولذلك احنا هنا في مصر يمكن حاجة تسمعي من تكميم المعدة تكميم المعدة كل الناس بتعمل تكميم المعدة اكثر لان هي عملية بتحتاج ادوية تقريبا لمدة 3 شهور بس بعد كده المريض ما بياخدش اي حاجة فكل الناس مش عايزة تاخد ادوية وعايزة تبقى اخصان الشباب والكلام ده هو فهو بيحس ان العملية دي مناسبة ليه اكتر في مصر ان هو مجرد ياخد سؤال بقى ختابي بقى علشان نختم هذه الفقرة بتطلب ايه من كل مريض عمل عملية يعني سواء بقى تحويل مصار تكميم المعدة اه وضع بلون اه يعني عمل تدبيس بعد هذه العمليات اه احنا عارفين ان العادات اه العادة العادة غلابة يعني اه عادة المصريين كمان في الاكل وفي في كل شيء في عاداتهم اليومية كمان اه اسلوب حياتهم كمان اه مختلف مختلف كتير وده مسبب لنا يعني مشاكل كتير تقولون ايه احنا اهم حاجة بالنسبة للموارضة بتاعنا اللي عمله عمليات ان هو يحافظ يمنتين الفترة الاولية بعد العملية اول سنتين دول اهم فترة لنزول الوزن بتاعه فلازم يبقى ملتزم جدا بالتعليمات اللي بنقوله بيها عشان يوصل الوزن المثال اللي هو عايز يعمله ان العملية دي عملية كبيرة ومهمة انه ودفع فيها كتير ومكلفة جدا ليه فعشان يوصل الوزن المثال لازم يتابع لمدة سنتين الاولين مع الدكتور بتاعه اه زي ما بيقوله على نفس التعليمات بعد كده بيحاول ياكل اكله صحي وانه هو ما يتعشاش متأخر قوي وانه هو يزود كمية السل اللي بيشربها يزود من كمية القدرات اللي بيأكلها ده هيفيده جدا فيما بعد انه ما يحصلوش اي مشاكل او نقص فيتامينات او اي مشكلة على المدى ده بعد العملية وعلى طول يعني ده يبقى يعني اسلوب حياة واتغيير اسلوب حياة وده المهم يعني ان احنا بنقوله عليه طبعا انا وشكرك شكرا جزيلا ان دكتور ماجد زكريا يوسف استشاري الجراحات السمنة والمناظير نورتنا النهاردة وخلوني اقولكوا بقى ان احنا يعني فقرتنا التانية زي ما قلتلكم في البداية ونتكلم فيها عن اهتمام حقيقي من الدولة واهتمام ملموس بدور ومساهمة الشباب في العمل العام زي ما اكد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة دعم وتنمية الشباب المصري علشان يكونوا قادة الغد ومستقبل الوطن من المفترض النهاردة بتنطلق جلسة الحوار الشهري الاولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي هنتبعها النهاردة بتاعت هذه الجلسة على ضوء قرار الرئيس السيسي خلال مؤتمر الوطني الاول للشباب بشرم الشيخ زي ما قلتلكم اللي من المفترض ان هو وعد فيه بانه يكون هناك جلسة حوار شهرية النهاردة هتكون يعني اولى هذه الجلسات من المنتظر ايضا ان يتم خلال هذه الجلسة متبع التنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات اللي صدرت وهم 8 توصيات هنتشوف النهاردة كمان يعني تم ايه تنفيذها خلال الفترة اللي فاتت هيكون معانا نقاش موسع حول الملفات اللي من المفترض ان النهاردة طبعا تناقش في هذا المؤتمر زي التعليم الوضع الاقتصادي المبادرات المطروحة والاستماع طبعا لمقترحات الشباب في عدد من القضايا المختلفة كمان عايز اقول لحضراتكم ان تم توجيه الدعوة المجموعة من شباب الجامعات شباب الاحزاب السياسية هنشوفهم النهاردة هنشوف كمان حضور مختلف علشان هيكون حاضر فقط 30% من اللي شاركه في المؤتمر الوطني الاول للشباب في شرم الشيخ وهيكون في 60% من الشباب ممن لم يسبق لهم حضور اية فعليات بحضور الرئيس السيسي خلونا نتابع مع حضراتكم يعني هذه الجلسة اللي هتبدأ بعد الفاصل وهيكون منورنا في الاستوديو للتعقيب والتعليق طبعا الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريد فيتو بعد الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة